من جديد مشاهدين طبعا كل الرحمة والمجد لعائلات الدوابشة الشهداء علي وسعد ورهام وأكيد الصبر والرحمة أيضا للطفل الذي بقي أحمد الطفل الذي يسأل دائما عن أخوه علي يسأل عن أمه عن أبوه أكيد هذه فاجعة ومأساة بكل المقاييس هذا هو الاحتلال وهذه للأسف ضريبة لكن يجب دائما واصلة كشف جرائم هذا الاحتلال ومسائلته ومحسبته عن هذه الأعمال الإرهابية وننتقل الآن إلى موضوع آخر فيلم وثائقي أنتجه مركز العمل التنموي معا مؤخرا الفيلم يرصد قدرة الزراعة الزراعات العضوية والبلدية الصغيرة والزراعة الفلاحية على الجمع بين الإنتاجية والاستقرار البيئي المزيد من التفاصيل حول هذا الفيلم والزراعات العضوية ومدى انتشارها في فلسطين وأهميتها أكيد مع مدير قسم الإعلام البيئي في مركز معا التنموي يا الأستاذ جورج قرمز أهلا وسهلا فيك أستاذ يا أهلا أهلين فيك يسعد صباحك أهلين بداية أن حدثنا عن فكرة الفيلم والهدف منه في تصليط الضوء على الزراعات العضوية في فلسطين يعني هي الرسالة الأساسية اللي بيهدف هذا الفيلم بتمريرها هي أنه أنظمة الزراعة العضوية المتكاملة اللي فيها عدة ممارسات والتقنيات كلها مع بعض بتمشي كباكتج واحد كعملية واحدة واللي هي بالأساس التركيز على الحفاظ على التربي بشكل أساسي التربي خصبي متوازنة صحية زائد التدوير عملية التدوير الزراعية هذا أساسي في أنظمة الزراعة العضوية وبالتالي إعادة استخدام المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية اللي بتطلع من المزرعة وإعادة تدويرها على أساس تصنيع المخصبات أو الأسمدة الطبيعية أو الكمبوست بالإضافة للملش اللي هو الغطاء الحيوي للتربي بالإضافة للدورات الزراعية والتنويع الزراعي واستخدام المكافحة الغير كيموية للأفات الإبتعاد عن الأدوية والمبيدات الكيموية زائد التنويع في المحاصيل من ناحية الحبوب من ناحية العلف من ناحية الخضار والفاكهة والمنتجات الحيوانية إلى آخره نعم إذا واضح أن هناك تفاصيل كبيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع وأيضا ربما المغالطات فيما يتعلق ما بين الزراع العضوية والكيميائية لكن لدينا مشهد أو مقاطع من الفيلم لنتابعها ومثل نستكمل الحوال نعم جولة واحدة في سوق رامالله والبيري للخضروات كشفت تذمر المواطن الفلسطيني من الخضروات والفواكه المنتشرة لسيما وأن معظمها زراعات كيموية في تسميدها ورشها بالمبيدات وأحيانا حقنها بالهرمونات كلها كيمويات كلها مواد مصرطنة سبتوك الخيار يعني اسمي خيار لكن طعم ما فيه طعم نحن ما منزرع بعيدنا فمنضطر نشتري ما منعرف نين تيجي هذا الخضرة التخوف من الكيمويات المستخدمة في الزراعة وأثرها في انتشار أمراض مختلفة والرغبة في التحرر من النزعة الاستهلاكية والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي دفع المحاضرة ورئيس دائرة الجغرافيا في جامعة برزيتا الدكتور أحمد النباني إلى ممارسة الزراعة العضوية دون أي استخدام كيموي في حضيقة منزله بقرية مزارع النباني قضاء رمالة ليتمتع هو وأسرته باكتفاء ذاتي كامل مستغنيين عن الخضروات الكيموية خصوصا في ظل تنوع الانتاج المنزلي ووفرته في مساحات صغيرة الكيمويات ممكن تقتل الحشرة بس بالمقابل بتربي سرطان وبالتالي الخيار لقدامك موجود كالاتي إما تختار الشراكي مع دودي أو تختار الشراكي مع سرطان الدودي ممكن تتخلص منها الجزء المضروب للفاكهة ممكن تتخلص منه بسكين بقطعه برمية بسرطان لا يمكنه وبالتالي هنا الخيار المطروح إما سرطان شراكي مع سرطان أو شراكي مع دودي أيضا في البعض الوطني المتمثل بضرورة أن نكون في اقتصاد اكتفاء ذاتي و اقتصاد كفائف طالما كان فينا اقتصاد كفائف وبالتالي ما كنا نتعرض لها الزات التجربة ذاتها خاضتها المزارعة حسن بريجي من قرية المعصرة قضاء بيت لحم بيوت بلاستيكية وزراعات بلدية في أرض لا تتجاوز أربعة دنومات لتنتج حاجتها وحاجة عائلتها بشكل كامل هذا إضافة لتمكينها اقتصاديا داخل المجتمع حتى باتت صاحبة قرار في ظل مجتمع ذكوريا معقد عندي تسعة وثلاثين نفر وبنوكل منها وبنبيع وبنتعم اللي حوالينا والحمد لله رب العالمين يكفي انك انت وانت بتزرع وبتبيع من أرضك انت بتشوف عندك عنفوان وعزة أرض عندك أرض يعني تخدم الأرض انت خادم للأرض اللهم أجمل الجملة اللي ختمت فيها السيدة أم حسن لما حكت انت خادم الأرض يعني بالفعل وهذا هو التحدي يمكن اللي احنا منواجه يعني احنا لما نحكي عن الزراعات العضوية نحكي انه هي يمكن يعني عالميا احنا لهم الحديث عنها كم من سنة تقريبا لكن احنا عنا نسميها البلدي يعني اولي هو المنتج البلدي وهذا هو التحدي انه نرجع للأرض ويمكن هذا كمان نرجع حكى عنه الأستاذ أحمد النباني لما تحدث عن اقتصاد الكفافة و احنا عم نتحول لمجتمع مستهلك على الرغم انه هاي كانت موجودة في ثقافتنا احنا هذا الفيلم اللي هو فيلم وثائقي بيرسود قصص النجاح بالفعل عم يعطينا نموذج حديث لكن عن ثقافة كانت موجودة دائما في مجتمعنا الفلسطيني بانه نزرع وناكل من الاشي اللي بنزرعه بشكل طبيعي بعيدا عن كل طبعا التوابع اللي ممكن تحدث لنا الزراعات الكيموية صحيح يعني هي المعايير او الاسس اللي بتكون عليها انظمة الزراع العضوية يعني هي في جوهرات تنطبق على يعني تراثنا الزراعي الفلسطيني وتقاليدنا وتجاربنا الزراعي الى حد كبير ومش بس الفلسطينية حتى يعني في بلاد الشام بشكل عام يعني احنا تاريخيا كان كل اسرة او كل عيلة فلسطينية يعني تمتلك قطعة ارض وتزرع كل احتياجاتها وبتنوع كبير وما كانت تحتاج حتى الى السوق فكان عندها يعني زراعة مختلف المحاصيل النباتية بالاضافة لتربية دواجن او بعض الاغنام بالاضافة للاهتمام بالتركيز على التربية من ناحية انه يعني عدم ترك اي مخلفات ناتجة عن المزرعة هيك تضيع بدون استخدام فكان يعاد استخدام كل مخلفات المزرعة يعني من جديد لعادة الانتاج بالاضافة لنوعية البذور اللي كانت مستخدمة اللي هي البذور المتأقلمة مع البيئة والمناخ المحلي واللي المزارع بيقدر يعيد الانتاج من خلال نفس البذور وبالتالي يعيد الزراعة من خلال نفس البذور بدون ارتباط وبدون تبعية لتحكم الشركات الاجنبية والاسرائيلية هذا جانب وطني كمان هذا طبعا له بعد وطني وهو جزء من اقتصاد الصمود والمقاومة زائد لو سمحتي لي يعني فيه هناك مغالطة تقول وهي مغالطة شائعة للأسف انه الزراعات البلدية يعني لما بتم تطويرها واغنائها وتحسينها لتصل الى مستوى الزراعات العضوية انه هذه الزراعات متخلفة وغير مجدية اقتصاديا هذه مغالطة علمية غير صحيحة لانه الزراعات او حتى الحيازات الزراعية العضوية المتكاملة والمنوعة اللي فيها تنوع الكبير في المحاصيل انتاجيتها او الغلة اللي فيها هي اكبر في الواقع من غلة المزارع الاحدية اللي بتعتمد على مخصول واحد او مخصولين متن ما منلاحظ يعني في حالات كثيرة اليوم فبالتالي المزارع الاحدية اللي بتعتمد على صنف واحد او صنفين غالبا مثلا بتلاقي عشرات الدنومات مزروعة بس بطاطا او بس دراء او بس خيار صنفين تلاتة اكثر اشيه فالانتاج هناك يقاس بكمية المحصول الواحد في المزارع الاحدية اللي بتعتمد على الكيمويات ومدخلات الانتاج العالي والاخرية بينما في الحالة الاخرى في الزراعات العضوية لو اجينا يعني جمعنا كل كمية المخرجات من كل المحاصيل التنوع المحاصيل ممكن يكون عندنا في نفس وحدة الانتاج مثلا في اربع الدنومات مثلا مثل المثال اللي شوفناه المزارع محسن في بيت لحم اربع الدنومات مثلا مزروعة مش بس صنف او صنفين لا مزروعة مثلا 12 14 16 صنف من المحاصيل لو اجينا يعني جمعنا كل كمية هذه المحاصيل فهي في المحصلي يعني مجمل هذه المخرجات المحصولية يعني هي اكبر من الزراعات الاحدية الكيموية اللي يعني تدعي الشركات الزراعية الكبيرة انه انتاجها اكبر ومجدية اكثر يعني من ناحية الحسبة الاقتصادية والعلمية هذا الزعم للشركات البذور والكمويات الزراعية غير صحيح يعني بمعنى انه هي غير مكلفة مقارنة تنبيه وهي يعني يفترض طبعا ان تكون غير مكلفة هذا طبعا عدا عن الجودة يعني اللي احنا نقصر علينا طبعا عدا عن انه هي تضمن انه هذا من حقنا يعني صحتنا وصحت اطفالنا انه يعني نكون متطمنين انه احنا عم نوكل غذاء نظيف وخالي من الاوساخ الكيموية لانه بسميها اوساخ لانه هذه الاوساخ الكيموية من المستفيد منها احنا كمستهلكين وكمواطنين واطفالنا احنا بكل الحالات متضررين مثل ما ذكر الدكتور احمد بنباني هي الشراكة مع الامراض الخطيرة والمزمنة اللي ما كناش نسمع فيها قبل عشرات سنين وخاصة الامراض السرطانية والاخرية فالمستفيد الوحيد من الممط الانتاجي الكيموي المكثف هي فقط الشركات الاسرائيلية لانه هي المصدر الوحيد احنا ما عنا صناعة اصلا للكيمويات الزراعية وما عنا صناعة للأدوية والمبيدات الكيموية فالمصدر الوحيد هو الشركات الاسرائيلية وبالتالي المستفيد الوحيد هي الشركات الاسرائيلية ومروجي هذه السموم والأوساخ الكيموية من المكلاء والتجار والآخره هم المستفيدين بهدف زيادة الأرباح الاحتكارية لهم والجيوبهم وهذا على حساب صحتنا وحتى على حساب جثف المواطنين البسطاء وأطفالنا في النهاية فاحنا غير مستفيدين بالنهاية من كل هذا وللأسف الشديد انه انا لا افهم يعني الاصحاب هذه المدرسة الزراعية الكيموية واسرارهم الغبي على استمرار الترويج يعني مثل هذه الزراعات اللي ثبت في كثير من دول العالم بما فيها الدول الاوروبية الاتحاد الاوروبي انه الزراعات العضوية هي مصلحة وطنية وعالمية فعشانيك اليوم التوجه الكاسح في كثير من الدول الاوروبية هي يعني في هذا الاتجاه أما احنا اللي عندنا هذا التراث في الأساس واللي عندنا هذه التجارب والتقاليد يعني من زراعاتنا يعني عم من نحاول نهمشها ونتفهها وإلى آخره وهذا بالمناسبة كما ذكرت يعني علميا غير صحيح طيب أستاذ يعني بما أنه احنا كمان نشاهدنا تجارب ناجحة كيف احنا ممكن نعمم هذه التجارب الناجحة يعني إلى أي مدى ممكن أنه بالفعل يكون في ثقافة بين المزارعين بين شركات الانتاج الفلسطينية اللي بتعمل زراعة أيضا ربما الجهات الرسمية كوزارة الزراعة وغيرها من أجل دعم المزارع وتثقيفه يعني على المستوى المادية وعلى المستوى المعنوي والتعليمي أيضا بأهمية هذه الزراعة العضوية وممارستها على الأرض يعني مش فقط يعني يكون فيه متابعة نوع من المتابعة والرقابة على المزروعات المطروحة في أساس صحيح يعني هذا موضوع أساسي وجوهري يعني بالفعل الشيء الأساسي هو يعني يتطلب سياسي مش بس أهلية يعني ومدنية سياسي حكومية مركزية ويعني أنا مش متأكد إذا يعني هذه السياسة ممكن أن تقوم في ظل يعني وضعنا السياسي الحالي كسلطة فلسطينية إلها ارتباطات يعني في الاتفاقات مع إسرائيل وإلى آخره فأنا أشك في هذا بس هو يعني الواقع إحنا كشعب تحت الاحتلال كاقتصاد يعني صمود ومقاومة هذا هو الأساس يعني يفترض أن يكون فيه حماية للإنتاج المحلي والإنتاج البلدي والعضو النظيف حماية من أجل الجهة يعني في تكاتف طبعا ووضع حد وهذا هو الهم وضع حد لسياسات الإغراق اللي بتمارسها الشركات الإسرائيلية والأجنبية الأخرى في الأسواق المحلية يعني بسلعها الكيموية أو ساخة يعني وهي المدعومة يعني جزء كبير من هذا السلع الإسرائيلية اللي بتيجي لأسواقنا هي مدعومة وبالتالي هي رخيصة ومنافسة للسلع المحلية بشكل مصطنع لأنها مدعومة أصلا لا تعبر عن قيمتها الاتصادي الحقية بسبب الدعم اللي بتحصل عليه من حكوماتها وفي هذه الحالة الإسرائيلية يعني السياسات الإغراق يجب أن يوضع إلها حد الحماية ويعني الاستثمار في الإنتاج والأرض يعني كثير من الأحيان السياسات القائمة للأسف الشديد يعني هي تكون محبطة وغير مشجعة للاستثمار في الإنتاج الزراعي والأرض بسبب الرسوم والضرائب مثلا الإفراز والطابة في الأراضي الزراعية هذا كله يجب أن يلغى لتشجيع الناس على العودة إلى الأرض والزراعة والإنتاج العضوي النظيف بالإضافة إلى يعني العدم أو وقف عمليات التخصص أو استغلال الأراضي الزراعية كثير من الأراضي الزراعية لصالح المشاريع الصناعية أو أحيانا ما يسمى المشاريع أو المناطق الصناعية المشتركة المشتركة مع مين؟ المشتركة مع الإسرائيل فهذا على حساب الأراضي الزراعية مع أنه كمان أستاذ جورجع هنا هذا تحدي من نوع آخر نحن نواجه مصادرة كبيرة للأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال خاصة في المناطق طبعا سي وبنفس الوقت يكون هناك أيضا توجه كما ذكرت باستخدام هذه الأراضي لأغراض البناء وهيك للأسف نحن نحارب المزارع بدل ما ندعم المزارع بسياسات سياسات يجب أن يكون هناك سياسات تأتي بالتوازي ما بين الشراكة الأهلية ما بين وزارة الزراعة سلطة جودة البيئة أيضا شريكة في هذا الموضوع إلى أي مدى بيكون هناك أيضا تواصل من قبلكم في تقديم الاقتراحات أو من أجل طبعا دعم المزارع من أجل توجه في هذا الخط العضوي يعني إحنا كمركز العمل التنموي من سنين طويلة طبعا بالتعاون مع عدة جهات وبعض المؤسسات المحلية يعني مندعم أي توجه إنتاجي زراعي عضوي نظيف وعلى هذا الأساس الفيلم يعني ما كانش فيه فرصة لاستكمال الفيلم هو مدته سبع دقائق طبعا نعم بظهر كمان النموذج الزراعي اللي هي أهم وأكبر مزرعة عضوية الآن في الضف الغربي اللي فيها تنوع كبير في المحاصيل النباتية والحيوانية والتقنيات المستخدمة والتداخل كمان بين الزراعات المختلفة والطربية السمك والنحل والآخره اللي في بيت قاد في جنين كنموذج أيضا لتدريب وإرشاد المزارعين وكل المعنين أستاذ جورج كمان لضيق الوقت يعني آخر سؤال فيما تعلق بالمستهلك المستهلك كيف ممكن نوجهه نحمي من هذه المزروعات الكيموية هل في مثلا عناصر معين ممكن يلحظها المستهلك عند شراءه للمزروعات بحيث أنه يقدر يميز ما بين المزروعات العضوية ومزروعات الكيموية يعني في الواقع التمييز أحيانا لأنه فيه فوضى في الأسواق التمييز مش سهل للأسف الشديد فعشانيك بيجي هون دور الرقابة الرقابة الجهات والمؤسسات المختلفة من هون أهمية التصنيف كمان من خلال الرقابة يعني تمييز أنه هذه المحاصيل اللي في الحسبة مثلا هذه بالفعل محاصيل بلدية أو عضوية وهذه محاصيل يعني مرشوشة وهذه محاصيل إسرائيلية أحيانا لا يمكن التمييز بين يعني في المحصول المعين أو في الفاكهة أو الخضرة إذا هي إسرائيلية أو فلسطينية حتى يعني بغض النظر عن كل الدعاءات وهذا من لاحظه في الأسواق يعني جولة بسيطة في أي حسبة يعني سواء في رمالة أو البيري أو نابس وكذا فهذا من لاحظه يعني فللأسف الشديد يعني إحنا بحاجة لسياسي يعني واضحة وصارمة بهذا الاتجاه لحماية الإنتاج الفلسطيني ومزارعنا الفلسطيني وحماية صحتنا أيضا هذه رسالة الممكن بالفعل نوجهها ونختم فيها هذا اللقاء للأسف انتهى وقتنا على رغم أنه هذا الموضوع مهم جدا وبيحتاج لوقت يعني من أجل كمان حديث عن كل تفاصيل شكراً بموجودك معنا أستاذ جورج بنورتنا في هذا الصباح أهلا وسهلا فيك شكراً إليك مشاهدينا خلينا نستطلع معا حالة طقس اليوم في المدونة الفلسطينية والعواصم العربية وأيضاً أسعى العملات شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة